حضرتك تفضلتي بسؤال في غاية الأهمية أنا طبعا يعني بحييكي عليه الناس النهاردة بقى عندها وعي ان ازاي تستغل فلوسها خاصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية صحيح وابتدى فيه اهتمام كبير جدا كل شوية الناس تقولك هو وضع السوق عامل ايه سواء بقى سوق سعر الصرف او الفوائد شكلها ايه في البنوك او البورصة النهاردة تحرك ازاي واللي معاه فلوس النهاردة عايز يبتدي يشوف افضل وسيلة للدخار سواء بقى كبير او صغير ويشوف المصاري اللي هو الامن احنا عايزين نهتم يا دبتور بعد اذنك بصغار المستثمرين لان دي فئة مش قليلة دلوقتي الشاب اللي لسه متخرج وبيشتغل والبنت اللي لسه بتتخرج وبتشتغل عايزين يستثمروا وعايزين يبنوا لنفسهم يعملوا ايه خلينا نقول دايما انا بنصح اي حد كان لازم يشوف الاوعية الادخارية لو عايز استثمرية يعني لو حايز يبتدي يفكر النهاردة يستثمر ازاي الاول يدخل قد ايه يبقى لازم يعرف العائد او المرضود من العائد من الاموال اللي معاه دي نمرة واحد ولازم يعرف كمان التضحية اللي هيضحيها يعني لو معاه حضرتك او مع اي حد كان فلوس بيضحي في سبيل انه هو النهاردة بيتجنب رغباته يعني بيحاول انه هو ما تمتعش بحاجة في سبيل انه ياخد الفلوس دي استثمر بيها التضحية دي النهاردة مقابلها عائد يعني يجب يحط فلوسه مثلا في البنك هياخد فوائد كبير صح ولكن النهاردة ممكن ياخد فوائد اكتر اه طبعا بس مخاطرة اكتر زي ايه نيروح البرصة يستثمر في سوق المال طب ممكن النهاردة بس الاستثمر في سوق المال ده مش عايز متخصصين طبعا ما هم متخصصين ما هم موجودين وهم دايما اللي بيقوموا بدورين في غاية الاعمية التوعية كيفية الدخول المستثمر بتوعيته للاستثمر في سوق المال والحدة التانية ازاي يكون امين على مدخرات الناس اللي هي بتسلمه طبعا ما هم مستثمر في سوق المال